ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين نهاهم الله تبارك وتعال شجرة قيل شجرة بعينها وقيل شجرة بنوعها يعني لا تقرب الشجرة الفلانية أو لا تقرب الشجرة التي من النوع الفلاني يعني لا تقرب مثلا شجرة الرمان أي شجرة رمان أو شجرة واحدة بعينها وهذه الشجرة غير معلومة بعضهم يقول شجرة تفاح بعضهم يقول غير ذلك كل هذا الكلام لا دليل عليه لأنه لا فائدة مرجوة من معرفة نوع هذه الشجرة المهم المراد هو أن الله تبارك وتعالى نهى آدم صلوات ربه وسلامه وحواء عن شيء ففعله وهذه أول خطيئة وقعت من البشر من آدم صلوات ربه وسلامه وزوجه حواء قال ولا تأكل من هذه الشجرة فتكون من الظالمين أي إذا أكلتما من هذه الشجرة كنتما من الظالمين